لعب يا جماعة موهبة أنا بقول لكم سألنا عليه كتير جدا وعنده موهبة والبعض شبهه بمصطفى فاتحي عنده موهبة بيلعب برجله الشمال بيلعب جناح لعب رائع فدي الصفقة الأولى اللي خلصت وتم الإعلان عنها من قبل طنطة لسه نادي الزمالك أعلن نقول لك إمتى بالضبط والكاوليس إزاي لكن هو ده اللاعب الأول في صفقات نادي الزمالك اللي بينضم بشكل رسمي وده موهبة كبيرة لو ما هبش الموقف هتشوفه إضافة حقيقية فنية نادي الزمالك بإذن الله في الملعب خلاص طيب أكمل لكم موضوع اللاعب لأن الصفقة اللي بينتظرها مسؤولي نادي الزمالك هي على وشك الإتمام مش مسؤولي نادي الزمالك ده جمهور نادي الزمالك بينتظرها من خمس ست سنين وهو عبدالله السعيد اللي تصور مع مسؤولي نادي الزمالك لكن الصفقة لم تتم إلا هذه اللحظة لكن هي خلاص على وشك الإتمام بشكل رسمي وحطيت حضراتكم في الصورة أول مبارح وقلت لحضراتكم أن عبدالله تنازل عن باقي مستحقاته من الست الشهور المتبقية في عقده مع بيراميدز وأن الزمالك حيدفع مقابل مادي رمزي لكن اللي عرفته أن اللي حيدفع من الزمالك حيصل لحوالي عشر مليون جنيه في مقابل الفترة المتبقية في عقد عبدالله مع بيراميدز من المنتظر ده خلاص يا جماعة ده محمد عاطف ده محمد عاطف أنا دلوقتي بتكلم على عبدالله السعيد فمن المنتظر أن عبدالله بكرة حيصور الفيديو اللي هو بتاع التعاقد معاه ده الفيديوهات اللي بتعملها الأندية دي وبييراميدز على وشك خلاص إتمام الصفقة وقصة خلصان فعبدالله السعيد هو لاعب جديد في النادي الزمالك بنسبة 99.9% 99.9% الموضوع انتهى بخلاف مهاب ياسر حيتعلن عنه برضو فيه أسماء كتير قوي تمام فهناية الزمالك ماشي بشكل إيجابي لحد دلوقتي في موضوع الصفقات طب هو الزمالك عايز بيين تاني من بيراميدز غير موضوع على فكرة سفة فاروق جعفر فيه انقسام كبير وفيه ثلاث أعضاء في مجلس اللي ضرب التحديد رفضين تماما عودته الباقي شايفين من فيش مشكلة لأنه هو الظلم من المجلس الماضي هما شايفين كده فلسه ما بينه ما بينه وضوع سفة فاروق جعفر خلاص لكن اللعبة النفسه نادي الزمالك يتعاكم معه هو محمود صابر وبيراميدز حتى النهاردة نشر صور لمحمود صابر هو في التدريبات وأنه عاد من جديد هو العين مهوب جدا بيراميدز عايز لو انتم عايزين يا جماعة في نادي الزمالك محمود صابر ادونا محمد صبحي احنا عندنا عزمة وحرس المرمى في ندخل دفده ما فيش مشكلة وإيه وديني تخلص نادي الزمالك لحد الوقت ما تمسك محمود صابر وعايز يجددله فدي العقبة اللي موجودة في صفقة محمود صابر تم محمد شحاتة بيقترب جدا جدا من نادي الزمالك لو هو لعب وسط طلاع الجيش والنهاردة في التدريبات الكابتن عبد الحميد باسيوني في تدريبات طلاع الجيش يعني تقريبا تقريبا اللمح بشكل كبير جدا للرحيل محمد شحاتة في اتجاه نادي الزمالك أقول لك على كلام حصل في التلائع النهاردة في التدريبات من قبل الكابتن عبد الحميد باسيوني شخصية جميلة ومحترمة وشاطر جدا وقال لعبد الرحمن شيكا معلش يا شيكا أنت مش هينفع تمشي لأن عبد الرحمن شيكا نادي الزمالك برضو كان عايزه ولعيب كويس فحتى عبد الرحمن متدايق وأول ما سمع كده من كابتن عبد الحميد باسيوني وأن احنا ممكن يمشي باس محمد شحاتة بس عبد الرحمن انت حتكمل معانا وركز معانا في الفترة اللي جاية لأن عبد الرحمن شيكا كده كده هو معار من الانتاج الحربي فطبع الجيش عايز معدوش مشكلة أن عبد الرحمن يروح نادي الزمالك بس في نهاية الموسم يكون هو وفاعل بند الشراء